أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هو السبت مقابل ثمانية أربعة ألف واربعمية واربعين مقابل خمسة عشر عشر اثناعش الفين وثمانطاعش رقم الحلقة أربعمية وثلاثة عشر بعنوان الحرب على الحقيقة الحرب على الحقيقة طبعا سبب المشاكل في هذا الكون هو غياب الحقيقة منذ نشأة البشرية من يومها الأول عندما كان الناس كما يقال وعلى أعتقد القراني ويناقل ذلك بداية البشرية سواء هوموسيبيون أو هومو أريكتول هي تطور خلقكم أطوارا فمنذ أن ضجت البشرية وأصبحت تم ملء الزمان بالنسبة لها وأصبحت لها حقوق مقننة معروفة من قبل الله سبحانه وتعالى فترابة الحقيقة فتجي مشاكل بجي ظلم ومشاكل لا أولا لا آخر حروبا تنشأ ومشاكل كثيرة وناس تقتل إلى آخره قبل تقريبا اسبوع من الآن أتاني صديق لي وهو مهموم حم ومكروب كرب لم أراه من قبل رغم أنه من الناس المرحين ومن الناس الذين يبتسمونه كثيرا ولكن وقع في موضلة ومشكلة أسرية نشبه خلاف بينه وبينه وناس من من أهل بيته رأس الهارم في أهل بيته العالي أزوجته أو شيء من هذا ف سار مشاكل وأضطر أن يذهب إلى المحكمة الأحوال الشخصية أعتقد كذا اسمها والحقية أني كنت متعب أنا الحمد لله لدي ألم فلا أستطيع أصحصح إلى الساعة 11 صباح الحمد لله على كل حال أصعب بإرهاق وتعب شديد فطلب مني فقلت له يا أخي أعذرني لأني أتعب كثيرا وتعرف ما لدي من هذا التعب ولكن وألح عليه فتثاقلت بدأت أمشي بتثاقل وذهبت مع الساعة العاشرة راحة ذلك اليوم وكنت أمشي بتهادي وإنه كان في وضع لا أفسد عليه من الحم والغم والكرب الإنسان إذا أصاب شيء من هذا يقول إن لله وإنك من راجع إذا قلتها يذهب عنك هذا وتستغفر الله فذهبت معه وكان المسافة طويلة وقد ضللنا كثيرا في الطريق إلى هذه المحكمة وكان لا يتحمل أي نقض أو أي كلمة أو أي توجي وغيرت تركته حتى كاد أن يعني يحتك في بعض السيارات يصد من الهم والغم اللي فيه العادة أنصح أحيانا ونبه لكن هذه المرة نبهتها فصار خبيفة قررتني أتركه وقلت لأن لا سمع الله يدق في بعض السيارات ولا أن يعني ينشب هناك خلاف وصلنا إلى المحكمة ودخلت معه في دائرة دائرة الثانية عشر في المحكمة المحكمة العضال الشخصية وكنت مجهدا ومرهقا ومكاتبهم يعني أوبن أوفيسس مكتب ما فيه جدار هي بارتشنز يعني فواصل خشبية كذا وهناك كراسي وفي المنمر ليس هناك كراسي فذهبت كأن المكتب كان هو مفتوح تقريبا للمراجعين يعني يعني يبدو الناظر أنه إنك تقدر تجلس في أي مكان وفيناك كراسي في المكتب اثنين كما عدوا مكتب كبير فذهبت بعد دائرة وجلس على المكتب كرسي كريب مش كراسي كرسي عادي وما جلست حتى بدأ يصرخ إصراخ وينتهرني بكلمات عالية لهذا المنظف لا تجلس هنا هذا ممنوع قلت مهلا أخي أعطني فرصة لأسترد نسميه لأنه عندما أجلس فإنه يأخذ لي وقت علشان أقوم ولكنه بدأ صراخ وعويل ولم ينفك وخذ من ذلك تقريبا حتى أكون دقيقا 25 ثاني تقريبا فيما أقدر ولم أستطعي الوقوف ولم أقف ولم أستكلمه فبدأ ينجز معاملاته وعندما أنت تناوى زميلي ذابت وقلت له يا أخي كان أجب عليك حفظك الله أن تنبهني بطريقة وتقول لي يا أخي وكان في عمر أحد أبنائي يبلغ من العمر 28 سنة بل كثير تقريبا أو ثلاثي ولكن كان تنتهرني بهذا الصراخ والعوي وكأن صعقة نزلت بناء ولكن في هذا الموقع عذرك أنك معمور هو قد أطعني رقم يعني اسم قاضي الدائرة هو اسم صعب المحكمة وسأ أنا أكتب فيهم الشكوى بهذا الخصوص المهم فجلست وكنت متعب ومن مكتبين في مكتب وزميل هذا في حالة يعني الله المستعان وكنت أعطف معه ولا أكلمه كثيرا حتى لا يفرط علي أو أني أطعب ولا ألومه بذلك وعندما انتهت الدوام تقريبا قفلنا راجعين كنت يتحدث مع با تمر هنا لتقصير الوقت وقد أفادني بمعلومات كذا من مجاله وأطعب با بعد ذلك قفلنا راجعين ووصلنا وقضى له بعض الأشخاص وكان مهموميا جدا وعاد إلى البيت قبل أوروب الشمس حتى أطبعه أن أبقى معه حتى أوسيه في فكان لما ما قشته في غياب الحقيقة الحرب الحقيقة نحن نجيش ديوشنا الفكرية وغيرها لإغفاء الحقيقة والله سبحانه وتعالى إن الذين يكتبون ما نزلنا من الكتاب والبينات من بعد ما يبينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون الذي يكتم العلم يخفى الحقيقة فاكتشفت أن بين وبين زوجته وإخفاء الحقيقة عندما تتزوج على زوجتك أخبرها يا أخي هذا في الإسلام شيء مشروع بأدلته وبمبرراته ولكن بعض الناس له بعض العذر من الخوف وإلى آخره ولكن في الأخير أنت ستنكشف يا أخي ولدي ناس تتزوجوا على زوجاتهم وأخبروهم فلعني أصدقاء كثير تنشب بينهم بين خلاف بين أزوجاتهم وأهلهم خلاف فهذا الإنسان هذا ثم كان يقول إنه يعاني من مشاكل مالية ومن هالكلام وبالما نسب مشاكل مالية فأبناك شخص يقول أقرضني يقترض قلنا وين تذهب يا أخي قال لا يريد أن الحج هو يقول أنه يكلف الحج يعني إذا كان شخصان في خيام يعني غالية شوية يكلف الحج وكله يمكن يكلف 24 ألف فقلت له يا أخي حج في بيوت الفقراء وفي بطون الجوعة وهناك قصة معروفة إنه هناك قافلة أتت من الحج أعتقد من العراق وعندما كانوا في الطريق وجدوا امرأة عجوز ولديها أطفال وهي فقيرة جدا فكان قائد الحملة ملهم يعني ثاني أخي فكر فقال لقومه يا أيها القوم هذه المرة كما ترون حالها أعطونا متاعكم فأعطوه متاعهم وأبقوا ما يكفيهم الرجوع وأعطوه هذه المرأة الفقيرة سبحان الله كيف ناس أنتم معاقل يستخدمونه في ناس معنا قولوا من أكفالها فنام هذا كل ليل وأتاهل في المنام هاتف يهتف به ويقول حج مبرور واسعين مشكور الله أكبر فعلا أيها الناس حجوا في بيوت الفقراء وفي بطون الجوعة هذا الحج كم فقير وكم إنسان معوج وكم 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 فجاء المناقل حج مبرور واسعين مشكور فأستيقظ وقال أيها القوم قد قبل الله حجكم وعادو فالإنسان يستخدم عقلة عندك عقلة تستلف يا أخي من الناس وصدقوني أقرط ناس زي ما نكن تقرض هل هل ما تقرض لأنك تنشف في مشاكل تقرضي الناس موعدين تطلط قاضيهم وفي المحاكم والله لا يورك المحاكم والموظفين والسيارات والصراخ تطلط درجة المحاكمة يعني تقابل الناس ممكن يصطط بعض الناس ويصير له جروح أو أنزلقات في السمنت فلماذا تقترض لا تقرض أحد حج أقرض ناس فقير ولا شهادة الحج يعني الدين يسر فتكبس نفسك في الدين والله ما أراد بيك هذا والناس ما يقرضونك وترجع إلى البنك الربا ويجب أن يقرضك بفلوس ما سيعطيك شي بلاش مم حديثة الشعب يعني كثيرا لكن أقول الحرب على الحقيقة أنتج لنا مشاكل في البيوت وفي غيرها الحق قل الحق بقدر استطاعتك كيف البيوت عندنا بعض البيوت عندنا كان ساكن في فندق كل واحد عنده جواله ومع صديقه ومع زميله وهذا الإنسان الذي يطعن في السن قارب السبعين والقارب الستين يعني يلعق جراحة بنفسه والامرأة كبرت ومع أبنائها ومن لك يا هذا الذي طعنت في السن وقد تعبت كثيرا فلك الله قبل كل شي ولكن الإنسان ينتبه نفسه ويوفر له ما بلغا من المال يسد ربعة وجهها من تكفف الناس فنحن في زمن يسأل الله أن يغيره الأحسن وإن شاء الله يتغيره الأحسن هي فترة زمنية تمر وستتغير ما بعد الظلام للصبح وإذا حلك الظلام سنه من سن الله يأتي الفجر ولنجاد في هذه الفترة أن نكشف الحقيقة حتى الآن إنسان يبيعه سيارة على شخص ما كشف الحقيقة قشك حرب الحقيقة أتأتي إلى السيارة خربانة مقودها في خراب في ذهب الهيدروليك فالدركسوه ما تستطيع ترففه فيصدم وقد يأتي وفيات أو بعض الجروح وكم من شيء كذا فإخفاء الحقيقة والحرب على الحقيقة هو مغش ويتسبب في مشاكل كثيرة الحديث يطول حول هذا الكلام لكن أحببته أنا أقول أشارككم في هذا الأمر نسأل الله بعد العمل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر